أستاذ علي شايب هل سيناريو العملية العسكرية كان متوقعا إذا ما أخذنا بتصريحات المسؤولين الغربيين الذين أو حتى وسائل الإعلام كانوا يمدوننا طبعا دوريا بتاريخ محدد لهذه العملية العسكرية حتى هذه العملية العسكرية وقعت اليوم نعم كان متوقعا من أن هناك دخول روسي لأوكرانيا نظرا للمخاض العسير التي عاشته هذه المنطقة في الأيام الماضية ذلك التنبؤات التي كانت نتاج ما يحدث من تجاذبات بين روسيا وأوكرانيا خاصة في ظل التعانتوت الأوكراني اتجاه مطالب موسكو كذلك التعانتوت الغربي في المطالب الروسية للضمانات علما بأن روسيا لا يمكن أن تقبل بوجود قوة للناتو أو صواريخ للناتو في الأعراضي الأوكرانية لذلك كان من الظاهر منذ مدة في فترة 2014 بدأت العملية في إظهار نوايا الروسية التي أظهرت حسن النوايا اتجاه الحلف الأطلسي في ظمها للقرن لكن الحلف الأطلسي تماد في تعانتوته الولايات المتحدة الأمريكية الرئيس الأوكراني زيلنسكي تماد كذلك في التعانتوت الذي كانت تطالب به روسيا النتائج هي ما حصل اليوم هي نتائج متوقعة جدا متوقعة من الدخول القوات الروسية للمناطق التي تعتبرها روسيا حدودها وهي دونيسك و لوغانسك نعم دونيسك و لوغانسك نعم دونيسك و لوغانسك قرد تشلافك قفاريو بروسك ويتكلمون الروسية لذلك من السهل أو من البديهي أن تدافع روسيا على السكان الأصليين للروس